ترأس سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة الأولمبية البحرينية رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة استجابه بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة الاجتماع الأسبوعي للجنة استجابة عبر تقنية الاتصال المرئي وفي مستهل الاجتماع رحب سموه بأعضاء اللجنة مشيدا بالجهود التي يبذلها الأعضاء في المتابعة والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة في تنفيذ البرامج والخطط التي تساهم في خدمة تطوير وارتقاء القطاع الشباب والرياضة بالمملكة بعدها ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حيث طلع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على التصورات لعودة النشاط الرياضي للموسم الرياضي 2019-2020 وفق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 بما يحفظ سلامة وصحة الرياضيين من الإصابة بهذا المرض كما بحث سموه خلال الاجتماع الأليات لتحويل الأندية إلى شركات بما يتوافق مع القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للشباب والرياضة في الاجتماع الأخير الذي عقد برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وقد حث سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الجميع على مضاعفة الجهود لتحقيق الاستراتيجية التطويرية التي رسمها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة والتي تتضمن تنفيذ المشاريع التنموية التي تسهم في تحقيق المزيد من التقدم في القطاعين الشبابي والرياضي بصورة التي ترفع من مستوى وكفاءة الشباب البحريني وتهيئ المناخ الملائم لتحقيق المزيد من النجاحات الرياضية